تحشيد إيران العسكري على الحدود مع العراق وتشديدها على ضرورة نزع سلاح أحزاب معارضة لها يطرح تساؤل حول طبيعة تلك الأحزاب سيما مع تسببها بتصريحات متضاربة بين مسؤولين إيرانيين فيما يتعلق بالتزام العراق في بنود الاتفاق الأمني مع إيران حيث تصنف طهران الأحزاب المعارضة لها كفصائل إرهابية وتتهمها بشن هجمات على القوات الإيرانية وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بي دي كي آي وهو أقدم حزب كردي إيراني تأسس عام 1945 تنظيم كوملا هو حزب قومي كردي إيراني جرى تشكيله في خليف عام 1969 من قبل طلبة يسريين في طهران ومدن كردية حزب الحرية الكردستاني ويضم مقاتلين شاركوا في معارك الإيراني ضد تنظيم داعش الإرهابي وهو من بين الفصائل التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة بالقصف الإيراني حزب الحياة الحرة الكردستاني بي جاك ويتبع هذا التنظيم لحزب العمال الكردستاني الكردي التركي وفي مواجهة التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في إيران بعد مقتل مهسا أميني شددت إيران لهجتها وقصفت بشكل متكرر إقليم كردستان العراق لاتهام طهران تلك الأحزاب بإشعال فتيل الأزمة في الشارع الإيراني إصرار إيراني على أن يزول خطر تلك الأحزاب المعارضة بنكهة التهديد الأمني على الحدود يقرأه مراقبون بما يعني الدخول في أزمة أمنية جديدة سيما بعد قناعة إيرانية بعدم التزام العراق ببنود الاتفاق الأمني والاكتفاء بإبعاد تلك الأحزاب عن الحدود بحسب التصريحات الإيرانية ترجمة نانسي قنقر